مرحبا أنا اسمي عمار الصالح متخرج دارة أعمال بشتغل بالمجال الإنساني والخدمة الاجتماعية تجربتي بالمشغل كانت تجربة كتير مهمة وكتير مفيدة لألي رح أقدر من خلال حق شغفي بالحياة اللي هو يكون مميز بصناعة وتحريك الدماء على مستوى الوطن العربي وقدر رجع المحتوى القيم بين أيدين الكبار والصغار من الدماء وتحريك الدماء اللي هو مفقود عنا بالوطن العربي مشروع دماء ممارومة هو مشروع تكرته وطلعت فيه أني إصنع دماء متحركة من إسفنج وإماش عم ينكب من محلات تنجيد المفروشات فكرة من المشروع أني إخلق هاي الكائنات الصغيرة فينا نقول تكون حية بين الأطفال وتخليهم يقدروا من خلالها يفرغوا الضغوطات والإشياء السلبية الموجودة بيناتهم وتخلي من خلالها يقدروا يوسقوا بحالهم يقدروا يحققوا كثير من الأمور اللي معهم يقدروا يحققوها في ظروف المجتمع اللي عايشنا نحنا تجربتي بالمشغل كانت هي الخطوة الأولى لتساعدني أني انطلق بالمشروع تبعي بحس لولا المشغل كنت بدي بعد سنتين أو ثلاثة لحتى أبلش بالمرحلة اللي أنا وصلت الله هلا أنا نور ودرس إدارة أعمال وجامعة لبنانية وعملي أدب إنجيزي كمان الشي اللي خليني انضم للمشروع هو إيماني بالهدف طبعه اللي هو حق كل طفل إنه يكون فيه وسيلة متاحة لقلو يكون عم يعبر عن حاله وعم داخله بإشياء ما كتير متاحة لقلو بهايدي الأيام تجربتي بالمشغل علمتني كتير إشياء علمتني إنه قداش صعب الواحد يبدأ ببزنس لقلو وقداش في كتير مراحل يجب نكون عم مقطع فيها يجب نكون عم نفكر فيها قبل ما نبلش بتنفيذها فعليا قداش لازم نكون نعطيجين وقداش الشراكة كمان مهمة بالشغل وقداش لازم نكون هاي الشراكة جيدة بأي نوع من الشغل بفتكر إنه هيدا المشروع نوعا ما حيكون إلو أثر اجتماعي جيد لأنه أول شي مشروع منه موجود حاليا والتاني شي في حاجة فعلية لهيدا الشي لأنه كتير في أولاد نحنا أو أطفال نحنا ما بنعرفي عن جد شو عم تعاني المشروع هو بمثابة مساحة آمنة لهول الأطفال اللي يقدروا يكونوا عم يعبروا بطريقة آمنة بطريقة فعالة بطريقة تخليون يطلعوا هني شو عايشين لأنه دايما في مشكلة موجودة سواء بالعالم العربي أو برا عند الأشخاص اللي هي صعوبة التعبير عن المشاعر وعن المواقف اللي هنمرؤ فيها كناضجيين ككبار أو كأطفال فمنقمل إنه من هيدا المشروع إنه يعطوا أو ينعطوا هيدا التول اللي مناسبة ليعمل غايدا الشي ترجمة نانسي قنقر